لما تنتهي بعد مهلة المئة يوم لتقييم أداء حكومة عبد المهدي الناقصة حتى فتحت جبهة جديدة للصراع السياسي عنوانها محاربة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة لكن مضمونها ينطوي على صراع إرادات ومصالح حزبية بأوامر إقليمية مؤخرا أقر عبد المهدي إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الفساد غير أن المجلس بحد ذاته كان محطا لسيل من الاتهامات أبرزها إنه سيؤدي إلى زيادة الفساد المالي والإداري بحسب عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله النائب هوشيار قال إن تشكيل مجلس مكافحة الفساد هو خطوة خاطئة من الناحية الاستراتيجية إذ أنها تساهم بزيادة الترهل المؤسساتي في الدولة كما تمثل حلقة إدارية زائدة لاستحداث مناصب جديدة لأشخاص عاطلين عن العمل كما أنها لا تعدو كونها دعاية إعلامية مستهلكة ليقال إن الحكومة تحارب الفساد يترافق هذا مع جدل مثار حول قانون الكسب غير المشروع الذي يزاحم ملف إكمال التشكيلة الحكومية على طاولة البرلمان ولحساسية الملف وثيق الصلاة بزعامات الأحزاب فهو يعد مصدر تهديد لكثير من المسؤولين إذ يتضمن متابعة أموال موظفي الدولة من درجة مدير عام فما فوق كما ينص على فتح تحقيق بأي أموال اكتسبها المسؤول بعد شغله المنصب بالإضافة لإلزامه بتقديم كشف كامل بذمته المالية تجارب عراقما بعد الاحتلال تحيل كل تلك القوانين إلى زاوية صراع الأحزاب الذي ينتقل من الشارع إلى أرويقة الاجتماعات ومحاضر التحقيق قبل أن تسوى أغلب الملفات في جلسات الليل بصافقات سياسية صحيفة العرب الجديد نقلت عن مسؤول حكومي تأكيده أن الكتلت داعمة للقانون وتحديدا تحالف سائرون تبدل ما في وسعها لتمريره للانتقام من الخصوم المتورطين في الفساد بعدما جمع التحالف أدلة ووثائق تدينهم فأضحى القانون وغيره أداة بيد الأحزاب لتصفية الحسابات وكأنهم أفراد تلك العصابة الذين نجحوا في السرقة وفرقتهم الغنيمة كما يقول مراقبون